موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة و البداية بالعناوين البرهان يدعو لنبذ العنف والتفرقة لضمان استثباب الأمن و اشتباكات بين مواطنين و قوات النظامية في مشروع أبو نعامة تخلف قتلى و جرحى سلطات جنوب سودان الأمنية تعتقل الخطيب و قيادات بالحزب الشيوعي و الحزب الشيوعي يقول الاحتجاز سببه عدم اختار السلطات بالسفر إلى كاودة حزب الأمة القومية يقول الآلية الثلاثية تدخلت في أنشطة مخالفة و الآلية الثلاثية تقول اللقاء مع لجان المقاومة خارج المحادثات غيره المباشرة أهلا بكم إلى التفاصيل دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان لدى استقباله وفد الإدارات الأهلية لقبائل البني هلبة إلى وحدة الصف والتماسك المجتمعي و ضرورة نبذ العنف والتفرقة بما يضمن استثباب الأمن وتحقيق التنمية المستدامة من جهته أوضح الناظر التوم الهادي ناظر عموم بني هلبة أن الوفد جاء ليؤكد دعم الإدارة الأهلية لعملية الحوار الجامع من عجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني داعيا كل الأحزاب والقوى السياسية لتغليب المصلحة الوطنية وتحكيم صوت العقل وإعلاء روح التسامح قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين مواطني قرية أبو نعام البشير والقوى المشتركة المسؤولة من حماية مشروع كناف أبو نعام بولاية سنار وبحسب الشهود فإن النزاء يعود حول الأراضي بين المواطنين وإدارة المشروع وفي الرابع والعشرين من أبريل الماضي قررت المحكمة القومية بطلان قرار لجنة التمكين بشأن استرداد أسهم مجموعة شركة معاوي البريل للاستثمار في كل من شركة أبو نعام للإنتاج الغذائي وشركة الكنافة السودانية العربية ومحلج كساب كشفت مصادر متعددة عن اعتقال سلطات جنوب السودان كل من سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب وعضو اللجنة المركزية صالح محمود وآمال الزين الناطق الرسمي باسم الحزب بالإضافة إلى كوادر أخرى وأوضحت المصادر أن السلطات المختصة بدولة جنوب السودان أوضعت الخطيب وأعوانه حراسات الأمن الخارجي بجبا تمهيدا إلى إبعادهم إلى الخرطوم وفي ذات الشأن أكد القيادي بالحزب الشيوعي صديق كابلو احتجاز وفد الحزب الشيوعي بمدينة جوبا بدولة جنوب السودان أمس أثناء عودته من مدينة كاودا وأوضح كابلو وفق صحيفة السودان أن أسباب الحجز تعود لعدم التنسيق بين الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ودولة جنوب السودان حيث قام الوفد بزيارة مدينة كاودا من دولة جنوب السودان تلبية لدعوة من الحركة الشعبية دون إذن حكومة جنوب السودان الأمر الذي أدى إلى احتجاز الوفد عند عودته لها أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي أن وفدا من الحزب التقى بوفد من حركة تحرير السودان والحركة الشعبية لمناقشة جهود توحيد القوى الثورية وأوضح الحزب في بيان الله أن جهاز الأمن الخارجي التابع لحكومة جنوب السودان قام بإيقاف الوفد بعد عودته من كاودا مبينا أن الاحتجاز سببه عدم اختار السلطات بالسفر من جوبا إلى كاودا مستنكرا هذا الاحتجاز والتحقيق الذي لا مبرر له بحسب البيان اتهم حزب الأمة القومية الآلية الثلاثية بالتدخل في قضايا ليست من ضمن التفويض الممنوح لها من خلال التدخل في تكوين الأجهزة الانتقالية بجانب كيفية العلاقة بينهم وبين المكون العسكري وقال الأمن العام للحزب الواثق البرير بحسب صحيفة الحراث إن مهمة الآلية تنحصروا في التحضير للحوار بالتسهيل والتسهيل إليه بين الفرقاء السودانيين بعيدا عن طرح أي أجندة أو حلول على القوى السياسية كاشفا عن خطة مشتركة بين حزب الأمة القومي والقوى وقوى الحرية والتغيير لكيفية التعاطي بإيجابية مع الآلية الثلاثية قالت الآلية الثلاثية إن اللقاء الذي جمعها بتنسيقية لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم لا يندرج في سياق المحادثات غير المباشرة وأفدت الآلية الثلاثية في بيان أمس بأن لقاءها مع تنسيقية لجان المقاومة لم يكن جزءا من المحادثات غير المباشرة وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد بناء على دعوة منها كان بهدف مناقشة تطورات الأوضاع السياسية واستطلاع آراء تنسيقيات لجان المقاومة حولها والاستجابة لأي تساؤلات لديها حول المشاورات السياسية كشف القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضر أن الحرية والتغيير قابلت الآلية الثلاثية لطرح رؤيتها وشروطها للخروج من الأزمة الحالية وشدد حضر على أن رفض الحزب الشيوعي للقاء الآلية الثلاثية لا يعني رفض غالبية القوى المعارضة وأضاف بحسب صحيفة الجريدة أن هناك اختراق سياسي طالما أنه يحقق عودة مسار التحول الديمقراطي في البلاد توقع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور فشل الآلية الثلاثية لحل الأزمة السياسية وقال إنهم لن يتمكنوا من ذلك لأنهم يحاولون معالجة المشكلة بعقلية الصفوة المختطفة للمشهد السوداني وأشار عبد الواحد إلى أن مجموعة الآلية ليس لديها علاقة بأزمة السودان وكشف رئيس الحركة بحسب صحيفة الحركة السياسي عن لقاءات سرية بين العسكريين والمدنيين واتهم قيادات الحرية والتغيير باختطاف المشهد وقال إنهم خذلوا الثوار وحولوا مشروعات الثورة لمحاصصات أصدرت الشرطة السودانية بيانا ذكرت فيه المجهودات التي تقوم بها الشرطة السودانية داعيتنا المواطنين لمساعدة الشرطة في التبليغ عن الجريمة والتعاون معها من أجل المصلحة العامة وأشارت الشرطة في بيانها أن هناك أصحاب غرض وهوى يقومون باستباق الأحداث والكيل لجهاز الشرطة بمكيالين بهدف تحقيق مآرب شخصية وأكدت الشرطة أنها تتابع ذلك بانضباط وصبر دون الاستجابة لهذه الاستفزازات مع احتفاظها بحقوقها القانونية كاملة واستخدامها في أي وقت للحفاظ على كيان المؤسسة قال رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين صديق الرزيقي إن انفجار الأوضاع في دولة شات يؤثر سلبا على السودان وأوضح الرزيقي خلال برنامج المشهد السوداني بقناة طيبة أن التداخل القبلي بين الدولتين يعد سببا رئيسيا في تأثر البلاد من خلال تدفق اللاجئين محذرا من تأزم الأوضاع في دولة شات بكل بشكل متسارع بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات مؤكدا أن السودان هو المتضرر الأول بما يجري في شات بسبب ضعف سيطرة الدولة وانتشار السلاح والفوضى أثر خرطب أولا إذا حدث انفجار الأوضاع في شات ودخلت شات في أتون حرب أهلية سأثر السودان بهذه الحرب لعدة أسباب السواء الأول هو التداخل القبلي والتصاهر والعلاقات في امتداداتها الجغرافية والديمقرافية السودانية التشادية لأن أمن شات وأمن السودان هو منظومة واحدة ستدفق عداد كبيرة طبعا من الشادين على السودان سواء كانوا لاجئين من أتون الحرب خاصة أن هناك حرب قبلية في شرق شات في الشهور الماضية وأفرز الإفرازات كبيرة جدا ربما تزيد هذه الإفرازات وهذه الاحتقانات دارفور ستشتعل نظرا لأن مجتمع دارفور هو صورة متطابقة لمجتمع شاد كل قبائل شاد الموجودة موجودة في دارفور وفي السودان فستنتغل هذه الحرب وسينتغل أوار واللهيب هذا الحرب إلى دارفور وهذا سيؤثر في كل السودان لأن شاد موجودة حتى في العمق السوداني القبائل الشادية السوداني المشترك موجودة في كل منطقة مناطق السودان حالة الاستقطاب ستكون حالة حادة جدا ستوفر أي اضطرابات في شاد انتشار جديد ومريع ومخيف للسلاح في دارفور وسيحدث طبعا اضطراب وخلل استراتيجي كبير ربما يؤدي هذا الخلل إلى ما لا تحمد عقباء في المنطقة كلها وعند ذلك لن نجد الحل المطلوب الآن والذي يجري في الدوحة ويجري في مكان آخر لن نجد هذا الحل لأنه سيكون قد بات بعيدا جدا أكد حاكم اقلم دارفور من يأركم من ناوي هدوء الأوضاع بكل المناطق التي شهدت أحداثا دامية في الفترة الماضية وقال من ناوي في تصريح بحسب سونة أثناء توقفه بمدينة الأبيط بعد زيارة تفقدية لولاية شرق دارفور أن الأوضاع في دارفور استقرت وتشهد الآن هدوءا في الأحوال الأمنية مردفا بالقول إن السودان بأكمله يقف لمعالجة المشاكل التي شهدتها بلاية غربي دارفور شدد عضو مجلس سيادة الانتقالي أبو القاسم بورتم على ضرورة عدم التعامل مع المغتربين كمصر للجبايات مطالبا بتعزيز الثقة بينهم وبين المؤسسات والعمل على تدليل كافة الصعوبات التي تواجههم وأكد بورتم خلال اللقاء التشاوري بحسب صحيفة الجريدة أمس بمجلس الوزراء أن المغتربين لا يقومون بجلب المشاريع الاستثمارية للبلاد بسبب عدم الثقة من جهته أقر الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مك حامل بعدم وجود رؤية واضحة لجهاز المغتربين وأشار إلى أنه ظل متقاعسا ولم يلب طموحات المهاجرين السودانيين قال وزير الخارجية المكلف السفر علي الصادق إن خبر إعادة البنك الدولي لبعض برامجه في السودان بينها برنامج ثمرات غير دقيقة وأوضح الصادق بحسب صحيفة السوداني إن سفارة السودان في واشنطن اعتمدت على مصادر غير لصيقة بالملف وبالتالي نقلت معلومات غير دقيقة وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات جارية في هذا الشأن ولم تصل بعد إلى غايتها المرجوة الجدير بالذكر أن البنك الدولي أوقف جميع مشاريعه في السودان عقب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر قالت هيات الدفاع عن النائب الأول رئيس جمهورية السودان الأسبق علي عثمان محمد طاها أن القضاء السوداني الشامق يستحق التحية والاحترام لما أظهره من عدالة دون رهبة أو إملاء وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه قناة طيبة أن القضاء أبطل قرارات لجنة التمكين بحق موكلهم وأضافت الهيئة أنه ليس لموكلهم أي علاقة بأسهم أو ملكية أو مجلس إدارة ما يسمى بشركة تساهل اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالية عبد الباقي عبد القادر على التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الأداء بمركز القلب بمدينة واتمدني هذا وطالب وفد مركز القلب واتمدني بضرورة الاحتمام والحفاظ على الكوادر الطبية والفنية المؤهلة مشددا على ضرورة استمرار الدعم الاتحادي للمراكز الإقليمية التي تقدم الخدمات العلاجية للمواطنين توطينا للعلاج بالداخل وتفاديا للتكاليف الباهظة للعلاج خارج البلاد قابلنا بخصوص مشاكل مركز القلب عموما ومركز القلب مدني بالخصوص المراكز هي مراكز تخدم من قطاعات كبيرة جدا جدا من الولايات الموجودة في السودان وولايات الوسط الشرق والجنوب والغرب حتى والضغط عليه عالي جدا جدا الاشكالية طبعا الرئيسية في الصعية التمويل طبعا زي انتم عارفين فكونا بنحاول نعمل اختراقاته وبريكس الروس في القضايا بتاعت الايلولة ان المركز يرجع اتحادي زي ما بدأ وزي ما كان والمواضيع بتاعت التمويل وكده والدكتور كتر خير واللقاء كان مسمر جدا وعدنا خير بعد ما شاف حجم العمل نحن نشغالين عليه وكده الملفة الايلولة طبعا من اصعب الملفات عندنا جميعا لانه المراكز التخصصية القومية كلها جامت بتمويل اتحادي وكان عندها تسير لحد 2015-2016 بعد كده الاتفاقين كان جزء على الولايات جزء على المركز لكن كله طبعا في لحظة واحدة نهار للمركز كان بيدي للولايات كانت بتدعم ومنحاول الخلل دي صلح يعني عبر يعني كمية من الوزراء الصحة المحترمين ومقاريرنا السابقين وحتى الوزير الحالي كتر هيسم كلهم مطلعين على الملف دا اللي هو ملف يعتبر سخن جدا وفيري هوت الاشكالية الاكبر بتاعتنا ان احنا اقاليم يا جماعة الاقاليم دايما ما زي العواصم العواصم فيها خيارات اخرى للاصطاف الشغال لكن انا في اقاليم فبالتالي الاصطاف بتاعمها مكان يعني مدرب تدريب عالي وعالي جدا بيلقى انه في النهاية ما قادر حتى يعيش فما بقدر يختم كما يجب ومعظم المدربون بنمشو الخليج للأسف الشديد يعني ودول الخليج طبعا بتستوعب وقدرة الاستيعابية والمالية ضخمة جدا يعني فبتستوعب ببساطة يعني فنحنا يمكن بمحاولات بسيطة جدا محلية واتحادية هنا بنقدر نرجع يعني نعيد التمويل لوضعه الصحيح ان شاء الله تعالى وتقدر المراكز دي تأدي غرضه ونحنا كلنا على جبهة واحدة يعني اخواننا في مستشفى الزرة ناد عثمان اخواننا في الكيلة مرغن سيف النصر واخرين كلنا في مركب واحد يعني المراكز الاقليمية جماعة بتأدي يعني دور فعال جدا جدا مخو عصاب ترومة اصابات زرة قلب جراحة اطفال جراحة كيلة يعني انغاب عنها الرعاية الاتحادية والرعاية القومية يعني وجوء سهل جدا يا جماعة من الصعب انه مراكز جبارة زي دي استوعبت كوادر عالي جدا وتقنين على مستوى عالي انه يعني نسمح به بالانهيار لانه بعد كده اعادة انشاء اصعب بكثير جدا جدا من طلبنا الحالي يعني دعم بسيط عشان يفيد الاستمرارية يعني ربا يوفق الجميع ويعني يعيننا ويعيننا شعب السودان في تخطي المرحلة الصعبة اشهد عضو مجلس السيادة الانتقالي عبد الباقي عبد القادر على مستوى التطور الذي تشهده جامعة البطانة في المجالات كافة والدور الذي ظلت تطلع به منذ انشائها في خدمة المجتمع وقال مدير الجامعة البروفيسور محمود يعقوف في تصريح صحفي عقب اللقاء ان الوفدة قدم تنويرا حول البنية التحتية للجامعة التي افتتحت حديثا وتشهد تطورا متلاحقا وتضم عددا من الكليات في المجالات المختلفة تقع في خمسة ولايات هذا اللقاء تمثل في ان نقدم التهنئة بان نقدم بعض الاضاحات عن جامعة البطانة هذه الجامعة التي تقع في حوالي خمسة ولايات هذه الجامعة افتتحت قريبا لكنها تطورت تطور كبير وهناك بعض الطموحات التي يعني ننشدها وبالتالي كان هذا اللقاء يتحدث عن البنية التحتية والتطور فيها والافكار الكبيرة اللي موجودة ودعيناه لتخريج اول دفع من كلية الطب جامعة البطانة وتحدثنا ايضا عن قوة الدعم الشعبي الذي يعني تتلقاه الجامعة من هؤلاء المواطنين والاخوة الاعزاء واعيان منطقة البطانة كافة هذه الجامعة تضم عدد من الكليات ومنتشر في عدد من محليات البطانة وكان اللقاء مثمر ووعد الاخ عضو مجل السيادة ان يقف مع هذه الجامعة وقفة قوية مثلها ومثل الجامعات الاخرى الا ان خصوصية البطانة فيما تنتج من ابل وضان وماشيا وكذلك الجانب الاخر المربوط بالجانب التعليم والحديث عن جامعة البطانة الحديث عن رفاعة رفاعة هي التعليم رفاعة هي الاصالة رفاعة هي المبتدى والرفاعة هي الجانب الاخر من المجتمع السوداني اللي تتمستل فيه كل كيانات او كل مواقع السوداني نحن شكرناه شكرا كثير ونسأل الله سبحانه وتعالى ان وفقنا كثيرا في هذه البلاد وفق كل الاخوة الذين يقومون بهذا المقام في هذه الجامعة والسودان بصفة عامة التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس بوالي ولاية شمال كردفان المكلف فضل الله التوم بمكتبه اليوم بالقصر الجمهوري وقال التوم في تصريح صحفين عقب اللقاء ان الجبهة الثورية لها اسهامات عديدة في رتق النسيج الاجتماعي بالولاية مضيفا ان الولاية اصبحت مركزا لكل ولايات غرب البلاد داعيا حكومة المركز الى تطويرها والاهتمام بها من النواحي الإدارية والخدمية والأمنية لتصبح وعاء جامع لكل السودانيين على حد وصفه زيارة للتفاكر في كثير من الأشياء وابتكرة الجبهة الثورية في شمال كردفان لها دور فاعل ولها نشاط ولها تحرك ولها اسهامات في رتق النسيج المجتمعي في الولاية ونعندهم خبر في الشاندة الحمد لله يعني اشتغلوا معنا شغول كويس وشغول واضح وولاية الشمال كردفان انا افتكر يعني في الوقت الحالي هي ولاية وسطية ولا يمكن يكون اصبحت مركز لكل ولاية الغرب ولاية دارفور ولاية غرب كردفان وجنوب كردفان وتوسعت اصبحت مركز تياري اصبحت مركز علاجي واصبح من الضرورة رعاية المدينة عشان اصبحت وعاء لكل هن في الغرب وعشان كده نحن يعني في تواصل مع كل اخواننا الغيمين بالأمر عشان نقدر نطوير المدينة دي ونجعلها وعاء جامع تنفع كل الناس ولي اخواننا في الجبهة السبرية برضو يسامات اخونا الهادي يسامات معانا في مجال المويف في جمال الصحة والآن نحن جمع لهم مشروع تعطاقة شمسية لمصادرنا الجموية الحمد لله يعني خطرنا فيه قطوات كويسة ونحن متواصيل معاهم لتطوير الولاية والتطوير المدينة والتعاون لرفع السودان كله ان شاء الله وان شاء الله ستكون عنده معانا زيارات وله وإسهامات برضو في الطريق الغومي فيه بعض الكسور ان شاء الله لأنه اصبح طريق حيوي ويغزي كل الولايات الغربية فبيحتاج لسيانات عشان كده برضو جينا اتفاخرنا معاهم في المسألة دي وابدلين تجاوب كبير جدا وان شاء الله يعني حنتواصل مع كل اخواننا في المجلس السيادي للاهتمام بالولاية اللي اصبحت يعني مهمة جدا لكل ولايات في الغرب ومحتاجة ان الخدمات فيها تتوسع لتستوعب كل الاخوان في الولايات الغربية وفيها طبعا فيها برضو فحص للكورونا ودي برضو من الاشياء الموجودة في كل الولايات عشان كده يعني برضو زي ما قلنا تحتاج ان الناس يوسعوا الخدمات فيها كشف الامين العام لمجلس التخصصة الطبية احمد فرح ان اعادة تكوين مجلس التمريض داعيا لتطوير التمريض عبر مناهج تضعها وزارة الصحة وتكوين مجلس عالي للتمريض لمواكبة التطور العالمي واكد فرح في الاحتفال باليوم العالمي للتمريض امس ان السودان ما زال ضمن عشر دول في العالم تسجل معدلات عالية في وفيات الامهات واضاف بحسب صحيفة الصيحة ان سبعين بالمئة من الولادات ما زالت تتم بالمنازل مشيدا بالمهارات التي يمتلكها الممرض السوداني ساد ارتفاع درجات الحرارة في معظم انحاء البلاد متأثرة بانخفاض السودان الحراري فيما تنخفض درجات الحرارة انخفاض طفيف في الاجزاء الجنوبية للبلاد وبحسب سونة فان من المتوقع استمرار نشاط الرياح المثير للغبار والاترب في اجزاء واسعة من ولاية البحر الاحمر وشمال واوساط وغرب البلاد كما ومن المتوقع استمرار الغبار العالق في ولاية الخرطوم حتى صباح غده وامطار خفيفة الى متوسط متوقعة في جنوب ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان ناقش المجلس القومي للدفاع المدني في اجتماعه برئاسة وزير الداخلية المكلف الفريق اول عنان حاميد خطة مجابهة فصل الخريف المقبل وقال الامن العام للمجلس الفريق عثمان عطى للمكتب الصحفي للشرطة ان الاجتماع ناقش خطة الاستعداد لخريف عام 2022 التي اعدها المجلس بعد الاستقراءات والتوقعات التي وردت من وزارة الري والارصاد الجوية التي اشارت الى ان خريف هذا العام سيكون فوق المعدل مما يتطلب اخذ الاحتياطات اللازمة نهاية النشر هذا تذكر بابرز ما جاء فيها من عنوين البرهان يدعو لنبذ العنف والتفرقة لضمان استتباب الامن واشتباكات بين مواطنين وقوات النظامية في مشروع ابو نعام تخلف قتلى وجرح السلطات جنوب السودان الامنية تعتقل الخطيب وقيادات بالحزب الشيوعي والحزب الشيوعي يقول الاحتجاز سببه عدم اختار السلطات بالسفر الى كاودا حزب الامة القومية يقول الالية الثلاثية تدخلت في انشطة مخالفة والالية الثلاثية تقول اللقاء مع لجان المقاومة خارج المحادثات غير المباشرة شكرا لطيب المتابعة نترككم الآن مع احوال التقصي وسعار العملات الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة